عاملين ايه يا رب تكونوا بخير معلش تأخرت عليكو في اللايف ده يعني كانت توصلي مسجز بتاعتكو كلها وقد ما بقدر كنت بحاول اقرأ الكومنس وكنت عارفة ان انتو مستنيين مني اطلع وتكلم انا بس كنت اليومين اللي فاتوا يعني انا اكيد باين علي التعب يعني باين علي وشي يعني بس لقيني فعلا مش لما بقول اي حد بيقول الناس اللي بتتابعو او الناس اللي هي حابة تكون في حياتو انه بيحبو بس انا مش الشخصية عموما اللي هي بتقول كلام ولا لأهلي ولا صحابي انا فعلا لما بحب بتصرفات بمواقف فا مش عايز اطول في مقدمات يعني علشان بعد كده احاول ان احنا اللايف دا يفيد الناس تانية في الكلام اللي احنا هنقوله بس عايز اقولكو انه بجد بجد يعني بنلبس شعرنا و بنلمس اي حاجة قريبة من عينينا من اخيرنا بوئينا دا وبردو خطر فنحاول ناخد احتياطاتنا دايما هنتكلم على كل حاجة دلوقتي بس انا عشان عندي كايم كتير قوي 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 عايز اقوله فاقولت هطلع لايف اقعد معيكو مع ان انا يعني اخيرا هاعد ارتاح شوية لاني بقالي تلات ايام متواصلين انا لو نمت ساعتين تاتة على بعض ببقى حلو جدا ليه لاني حاسة بالمسئولية تجاهكم ويمكن انتم عارفين من زمان انه انا بعتبركم قدية عيلة ويمكن الناس كتير بتقولي انت بيبين في كلامك انك فعلا بتخافي علينا فعلا انا اصلا بخاف علي اي حد حتى ومعرفوش فما بالكو انتو ناس بتحبوني كده لله في الله فانا فعلا بخاف عليكم جدا وبخاف علي نفسي والازمة بتاعت دلوقتي دي ازمة محتاجة ان احنا ناخد نفس كده ونقعد نتكلم فحليني اخط عنوان للي احنا هنقعد نتكلم فيه وهرد ان شاء الله ان شاء الله على كل اسئلتكو انا عشان كده قادر اخد نفس واعد اتكلم لان انا هرد على كل اسئلتكو في مجموعة فيديوهات توعية هتبدأ تنزل ان شاء الله من النهاردة ان شاء الله يعني يمكن احسن ان انا النهاردة احتمال اعرف ارتاح شوية لاني حسن ان انا عملت جزء من اللي علي يعني انا حسن ان انا كان مفروض اعمل اكتر من كده انا اصلا طول الوقت من شخصية كده بابا عايزة اعمل اكتر بس على اقل عملت جزء من اللي المفروض اعمله فحسني ممكن ارتاح يعني اخد نفسي شوية بعدين هكمل تاني يعني انا مستحيل استسلم ولا حتى اتعامل مع الوضع اللي حاصل ده انه حاجة عادية مش عايزة اخوفكم خالص 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 والله العظيم ما عايزة اي حد يخاف بالعكس انا عايزة اقولكم انه اي حد دارس يعني اي حاجة علمية طبية المفروض يكون اكتر حد خايف دلوقتي لان هو فاهم جدا فاهم زيادة عن اللزوم عارف تبعيات الموقف زيادة عن اللزوم فانه دكتور او صيدلي او او علوم او بطري او اسنان الناس دي كلها المفروض ان هي حفاظها على حالتها النفسية اصلا وعلى تفاولها وعلى التماسكها ده شجاعة تمام ليه لان احنا في احنا بنعيش دلوقتي وباء عارفين يعني ايه وباء وباء يعني حاجة الاحصائيات بتفوق اي توقعات تتابع الاحداث درامي يعني اللي حصل ايام اللي فتت درامي ايه ده ايه اللي حصل مرة واحدة لس طبعا اللي حصل على سوشال ميديا درامي اكتر يعني اللي حصل على سوشال ميديا مش درامي بقى ده تهريجي اللي هو مهرجانات اللي طالعي التاريق واللي طالع يفتي واللي طالع مش عايز الفيديو يروح على الحتة دي بس انا هقول كل الكلام لجوية وبعدين هنحط عنوان ونقعد نتكلم فاللي طالع يتاريق اللي طالع يفتي اللي طالع يقول معلومات غلط اللي طالع يقول معلومات اي كلام علشان يبقى اقل مشكور مشكور نحريك بتسام في حمل التوعية بس لو انت يعني اتأكد على قلم المصادرك انا مبطلوبش اكتر من كده اتأكد من مصادرك لان دي ازمة مش عايزين نستغل ازمة ده غلطالعين بيعملوا اعلانات بيور يعني دي اعلانات اعلانات ولا حتى حمل التوعية مدعمة من شركة محترمة لأ دي اعلان اعلان صافي كده ملوش اي علاقة هروح انا دلوقتي اشتري مش عارف ايه يا جماعة هو ده وقته ايه جماعة يا جماعة هو ده وقته يعني مش عارف اقول ايه يعني مش عارف اقول ايه يعني اه احنا عادين في البيت فنهتم بشعرين ونهتم ببشرتنا وعيد الام جاي كل سنة وكل ام طيبة وكل حاجة بس في اولويات وانت كمؤثر المفروض دورك زي دور الاعلامي وهي منصات التواصل وهو التواصل وهو الانلاين اهو فرض نفسه قدينا دلوقتي بنتكلم اونلاين اللي عارفين نقعد نوعي الناس بنتكلم اونلاين مفيش طريقة تانية نتكلم بيها غير اونلاين فدي مسئولية ده بالعكس ده المفروض ان انت كمؤثر كحد مشهور ايا كان انت مشهور بايه ممثل مزيع مغني ده دورك دلوقتي اطلع انا بقولكش احنا بنتكلمش في السياسة ولا بنتكلم في الدين اطلع واعي الناس اللي عندك اللي بيحبوك لو عرفت معلومة واحدة مؤكدة اطلع اقولها لو انت بتمارس حاجة وقائية اطلع احكي تجربتك اقول يا جماعة انا كل شوية ايدي عايزة تجي على وشي فهعمل كذا كذا يعني احكي حاجة تفيد الناس ليه لانه احنا في ازمة الازمة دي محتاجة اكشن مش عايزة كون بغطاركو ولا كون برضو اطمنكو زيادة عن اللزوم في المركب اللي هي ايه تغرق احنا عايزين نوزن الموضوع عايزين المركب تفضل ماشية عايزين نفهم حاجات اساسية مع بعض ايه هي اول حاجة ايه اهم حاجات لازم نفهمها في ازمة زي دي تمام ارجع اول حاجة ارجع للمصادر الموثوق فيها WHO بتقول ايه CDC بتقول ايه وزارة الصحة عندك في بلدك بتقول ايه ده وباقي يا جماعة مفوش اي لمجملات ولا تلاعبات وانا فخورة اني اطلع اقول مصر مش بتهرج المرات دي مش معقول الموضوع احنا كناس في مجال الطبي منبهرين باللحاصل منبهرين الموضوع مفوش هزار مفوش هزار على طول لانه ده وباقي دي مش حاجة ينفع نهزر فيها فنرجع نقول تاني احنا عايزين نطلع بحاجة من عادتنا دلوقتي مع بعض اول حاجة خلينا نقول ايه الحالة اللي احنا فيها تمام خلينا اقول لكم الاول ايه الحالة اللي انا فيها الحال اللي انا فيها يمكن دلوقتي مرتاحة شوية باقينا عاويش الارهاق والتعب بشكل مش طبيعي لاني فعلا انا وفريق طبي وفريق من الاعلاميين بقالنا كام يوم شغالين على حاجة انا كنت متوترة جدا ازاي انقل المعلومة بطريقة بسيطة صحيحة ان انا مغلطش حتى في تعبير ان انا موطرش الناس ولا تمنهم زيادة عن اللزوم انقل ارقام وهم كمان متوترين انه لازم الحاجات دي تطلع للناس بسرعة وتخاطب كل مستويات كل طبقات المجتمع لانه الرسالة لازم توصل وبسرعة لانه في حاجات كتير حصلة غلط فيه ناس شايفين مثلا لا لا احنا مش كارية موبوءة احنا مش اسرة موبوءة انا شخصا ضيف او احداك هو حصل وباء علشان يعني يقول لنا حاجة مهمة قوي ولا انت فلاح ولا انت سعيدي ولا انت اسكندراني ولا انت مصري ولا انت ايطالي ولا انت امريكاني ولا انت ابيض دي اول حاجة كده يعني اول حاجة كده في كلمة وباء يعني ده مرض انتشر في العالم كله والاحصائيات فاقت اي توقعات ده الوباء فحدت مش وقت تماما لأ انا احنا اسرة مش موبوءة واحنا بلد مش موبوءة واحنا محافظة مش موبوء او احنا كاريا مش موضوع مفيش حد موضوع تمام فيش الكلمة دي اصلا مش وقت مش عايز اقول كلمة الجهل عيب ان انا اقول يعني كلنا جهلاء بالوضع ده كلنا معندناش الدراية الكافية يعني ايه كو فيد ناينتين او سارس كوف تو اللي هو الفيروس اللي لا يرى بالعين المجردة اللي عملنا الرعب ده كله اللي بينتشر الانتشار الرهيب ده اللي نسبة الوفاة مش عالية بس الانتشار عالي جدا اللي لحد دلوقتي فيه اخبار بتقول ان هو في لقاح بس مفيش دواء في فارق بين اللقاح وبين الدواء ايه الفارق بين اللقاح وبين الدواء حددك اللقاح يعني مصل يعني ببساطة يعني حاجة تمنع ان اللي ما تصبش ان شاء الله ما يتصبش تمام؟ لكن اللي تصاب لسه ملوش دواء لسه مش عارفين انه هيتعالي لسه مش عارفين هتكلم بكل التفاصيل والاحصائيات في الفيديوهات اللي هتنزل عشان مكدسش دماغكو بمعلومات دلوقتي وحبيت اعملها لكم في فيديوهات مش حطها لكم ستوريز ولا ان انا اطلع اقولها في لايف ليه عشان ترجعوا لها عشان تبعتوها لبعض عشان تطمنوا بعض وعايز ارجع اقولكم حاجة فيه ناس همها في الوقت ده زيتا وزنباليتا فيه ناس همها فيوشب وفيه ناس همها استغلال وفيه ناس همها حاجات كتيرة بصراحة انا ببقيتش عارفة استوعب ازاي الازمة دي بيينت انه لا لا احنا محتاجين كده نتراج كده يعني فيه مسئولية اجتماعية المرادي بالذات على كل واحد فينا يعني انا تخصوصي ده اسمه بالعربي ان انا اخصائي الصحة عامة يعني المفروض اللي انا درسه انه ازاي يتعامل مع اي ازمة صحية اصلا واي ازمة نفسية وكت اكتر ازمة نفسية بتشغل المجتمع هي السمنة فديكت اكتر ازمة نفسية انا بنقشها على سوشال ميديا بس المفاجأة بقى واللي انا عايز اقولها لكم ان انا الحمد لله السنة اللي فاتت وكان قابلها سنة بالضبط انا وفريق طبي محترم جدا وكبير جدا من كوادر من الاطباء الكبار في مصر ومعنا مشاهير كتير عملنا برنامج طبي مش تجاري تماما البرنامج ده تعبنا جدا 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 نشتغلنا عليه بقلب عشان نصح المفاهيم الغلط عشان نوصل معلومة طبية بشكل بسيط انا اول مرة اتكلم عن البرنامج ده دلوقتي في اللعيف ده اول مرة اتكلم عن البرنامج ده ما كنتش هتكلم دلوقتي خالص 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 بس هي دي كان المفروض البرنامج في خلال الاسابيع تبدأ خطة التسويق لي عشان الناس تعرف عنه عشان البرنامج بقى يتعرض احنا بعد كل المجهود ده جنبنا كل حاجة على جنب البرنامج ده على فكرة لانه انا public health coach ابناج ده بيناقش مشاكل كل القطاع الطبي كل التخصصات مش تغزية مش برنامج تخصيص ما عملتش برنامج تخصيص في قلب في مخ وعصاب في اسنان في تجميل في جلدية في كل حاجة ولا في عنوان عيدات ده كترة ولا في ارقام تليفون ولا في الكلام ده كله عملنا ايه بقلنا تلات ايام كتبنا برنامج تاني علشان يناقش الازمة اللي احنا فيها والحمد لله صورنام بارح وهينزل لانه هدفنا حسنا انه احنا علينا مسئولية دلوقتي دلوقتي احنا في ازمة الازمة دي يتحتم على اي شخص انه يكون قد المسئولية يا جماعة ياريت الرسالة توصل زي ما انا نفسي توصل انا شفت فيديوهات ما شاء الله يعني انا 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 عندي فيديوهات اه وصلة تمانية مليون مشاهدة بس يعني نتكلم في حاجة علمية لكن ما شاء الله انا شايفة فيديوهات وصلة نسب مشاهدة مرعبة وكلها افتراضات وكلها ابتزال وانحنا في ازمة انت ما تضيعش وقتك انت مش هتعيش على سوشيال ميديو مش هتعيش تقرأ اخبار من هنا ومن هنا ومن هنا احنا هو عمالين نقرأ اخبار ومنلخصها لك لإحساسنا بالمسئولية وانا عايز اقول لك انا من كتر ما قريت اخبار ومن كتر ما انا متابعة الابديتز انا جي علي وقت حسيت انه لا انا متوترة انا مش قادرة انا جوزي دكتور ومهما حصل مش هتعيش يعود في البيت طب انا المفروض اعود في البيت انا فاكرة في يوم اقول له طب انا مش عايف اعمل ايه اقعد اطلع اتكلم مع الناس لايف ولا اقعد انزل فيديوهات ولا قال لي ده دورك دلوقتي يعني انا فاكرة ربنا يحميه ويحفظه يا رب لانه الدكاترة اكتر ناس دلوقتي معرضين للخطر هما موجودين في مستشفيات ويا جماعة احنا مش عارفين المستشفيات الحالات سيسا مظهرتش يعني الحالات مبتظهرش مرة واحدة ممكن يكون مريض داخل يعمل روباط صليبي بس هو مريض كورونا مريض داخل يعمل عملية في القلب هو مريض كورونا او يظهر انه مريض كورونا طبعا الناس في المجال الطبي وشايفين الاحداث اللي حصلت مبارح واول يقدروا يريليت كلامي تمام فمين اللي بيبقى متضرر الدكتور بتاع العزاء مثلا اللي تعامل مع المريض ده دكتور القلب اللي تعامل مع المريض ده والفريق الطبي اللي تعامل مع المريض ده وهو ده منعته ضعيفة وده عنده مشكلة تسبب له ان المضاعفات تموته فخلينا على مستوى الحدث وخلينا نستوعب ان فيه ازمة دلوقتي الازمة دي لو واحد تهاون الازمة دي هتكبر ولو الازمة دي كبرت مش هنقدر نسيطر عليها مفيش بلد امكانياتها الطبية تقدر تسيطر على وباء زي ده يعني لما ايطاليا بامكانياتها الطبية دلوقتي بيعملين كده ان هو خلص موضوع خارج عن السيطرة فخليني اقول لكم انه مش عايزة اخوفكم بس مهم ان احنا الناس توعب يعني ناس اللي بتطمنكم بزيادة عن اللزوم لا لا يا جماعة الموضوع بسيط جدا ودي موضوع سياسي مش عايزة اتكلم عن حد بعينه بس في اكتر من حد اللي بيهزر واللي بيطمن واللي طالع يعمل اعلانات واللي طالع يوري مش عارف ايه حاجة مستفزة جدا لا يا جماعة فيه ناس بتموت وبتدفن من غير ما تتغسل من غير ما حد يصلي عليها يعني انا لو موت دلوقتي انتوا هتفتكروني هتدعولي فيه ناس ما حدش حتى صلى عليها يعني فيه ناس بتموت بتموت بسبب وباء انت بايدك انك تمنعه من الانتشار الموضوع كله في انه كل واحد يلتزم مثلا امبارح انا حتى خليك في البيت وكتبت تحتها انه المفروض تخليك في البيت يعني زباط ده كاترة مستحيلة بو في البيت اعلاميين مؤثرين المفروض ينزلوا يبقى ليهم دور انا نزلت لان احنا كنا خمسة كنا ستة الستة دول اشتغلنا كل حاجة اضاءة ومش عارف مين قعد بيمنتج ومين بيعمل ايه اللي هو عملنا الكرو لوريتكو الكرو بتاعي البرنامج بتاعي هحط لكم بوست هتشوفوا المنظر عدد احنا كنا بتعالي اكتر من سبعين فرد احنا مبارح خمسة ليه مينمم كله بيعمل حاجات مش بتاعته في ناس تانية بقى اونلاين بصوا حصل كذا بصوا الابديت كذا بصوا الارقام طلعت لكذا غرفة عمليات كله مش مستني حاجة كله متطوع كله طالع يقول يا جماعة فيه ازمة لو سمحتوا وععوا الناس كل طبقات المجتمع فيه طبقات وعية كويس جدا وفيه طبقات عندها حالة انقار مش طبعيه فانا مسلا قلت كده ات ناس كومنس طب ما تخليك انت الاول في البيت اللي هو جماعة احنا بندخل الانستجرام نتفرج على صور ما بنقراش حتى ما يدي مقساة ما يدي مقساة احنا احنا دخلين ندايق بعض دلوقتي احنا بنقول اهو ده فيه وباء حصل علشان يقول لنا كفاية بقى مش وقت تتنمر مش وقت تقول مش عارف ايه مش وقت الكلام ده خالص ولا وقت اقول لك الكارية بتاعتك موبوقة ولا لأ مش هنقول لحسن الناس تقول علينا فيه ناس هتخاف تقول فيه واحد هيخاف يقول ما ينفعش ما ينفعش انت مش لوحدك عدد المتعافين نسبة كبيرة جدا 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 فساهم في انه المرض ما ينتشرش الوقاية هي اسهل حاجة عمين نسأل على علاج 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 طب ليه ليه اطصاب وتعالج طب ما انا اخد بلي من نفسي ما انا افكر في الوقاية هعمل ايه علشان احمي نفسي تمام يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يكون كل واحد فينا سليم محدش عارف انا وانا بتكلم معاكو دلوقتي انا مش عارف انا سليم او لا او جوزي ان شاء الله يا رب يا رب يا رب يا رب يا احفظه ولادي اهلي اخويا اصلا اخويا في بلد التانية مش عارف اصلا ايه ان هارف اشوفه او لا كان قريدي جاي اسبوعين من اسبوعين كلمني اقال يا احمد يا حبيبي انا خايف اتيجي بتطعفش ترجع الموضوع ستيبل في مصر لسه دا فيروس وفترة حضانة ولسه واربعتاشر يوم ولسه الناس هتبدأ تبان عليها الأعراض ومش عارف إيه وبتاع فجأة الأحداث درامية جدا والأحداث تصارعت جدا وفجأة خلاص هو في بلد وإحنا في بلد شافية نعرف تشوفه تاني لا أنا متوترة التوتر عمالي يزيد 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 إحساسي بالمسئولية عمالي يزيد مش عارفة طب المفروض هدي الناس وخلاص ولا المفروض أن أنا أوعيهم فبرضو في حاجة استفزتني جدا في الوزة الكل بيحصل ده ناس عمالة والله مش مستعبة الناس عمالة يعني وممثلين ومغنين عمية جماعة يتريقوا ويهزروا لازم يكون ليك دور دلوقتي لو سمحت لو سمحت ما هو أصله يا إما أنا مجنونة أو أنا من كتر المعلومات أنا عايزة أعمل لدماغي شوت داون يا إما ما هي أرقام لا يبقى أنا مش بتهيق لي لأن أنا أصلاً مش من الناس اللي ببانيك بسرعة أو من الناس اللي بقعد أهول المواضيع أو من الناس اللي بقبر المواضيع بس الموضوع كبير الموضوع كبير وما ينفعش نستهون به أكتر من 70% من الحالات ما بيظهرش عليهم الأرقام عمالة تتغير بس الموضوع في المجمل الموضوع كبير والموضوع مش بسيط وما ينفعش نستهون به حتى لو هو الحد دلوقتي بسيط في مصر ما ينفعش نستهون به ففي الآخر خد الاحتياطات اللازمة وراعي غيرك برضو يعني أنا النهاردة عملتلكو فيديو أولاً أنا عايزة أقول حاجة مهمة جدا أكيد كل واحد فينا عايز يأمن بكرة لأنك مش عارف بكرة هتقعد في البيت أو مشتطات في البيت وأنا عزرق أي حد على فكرة مضطر ينزل الشغل حاول تساعد غيرك لو هو شغله باليومية ومش هينفع ينزل أو لو في يوم الأيام معرفش ينزل لو هينفع تعمل أي شغل بالبيت طبعاً طبعاً أعمله أي حد هينفع يشتغل في دعاية أو كده أمعديش أي مشكلة مسلسلات شغلة والإعلانات شغلة وكل حاجة بس شجع البراند اللي بتشتغل معاها تعمل توعية لأنه ده وقت التوعية عشان أنا أفضل واصق فيك وبحبك وبتابعك وعشان أصق في البراند دي وأقول إن هي عندها مسئولية مجتمعية لأن إحنا في مجتمع لازم كلنا نبقى خايفين على بعض يعني أنا حابة أقول في اللايف ده لأي براند أنا مش أشتغل مع براند دلوقتي مش بتفكر في حملات توعية مش عايزة وأنا متطوعة بأي حملات توعية أي حملات توعية من أي نوع أنا متطوعة أن أنا أنزل وعملها لأنه هو ده الوقت لأنه مش وقت يا جماعة إن إحنا نبني نجاحات ومش وقت إن إحنا نستغل الناس مش وقت إن إحنا نغلي أسعار مش وقت إن إحنا نشتري المطاهرات بتاعة المستشفات نستخدمها في البيوت ونعرض الدكاترة والمرضى اللي هما منعيتهم أقل للخطر مش وقت قرنية مش وقت إن إنت تروف سوبر ماركت تلم البضاعة اللي في السوبر ماركت وتحطها في عربيتك وحد غالبين ما عندوش عربية أو حد عجوز لسه مش قادر يروح يروح ما نلاقيش بضاعة فنفكر في بعض في الآخر خليني أقولكو بالترتيب كده أول حاجة أنت مش لوحدك الأزمة دي علينا كلنا الأزمة دي بيينت أنه مصري أمريكاني لبناني فلسطيني أردني هندي صيني إسرائيلي كله زي بعضه حضرتك أبيض أسود فقير غني بيئة نضيف شيك مش شيك نضيف مش نضيف وتسول باشا ما تعرفش مين لمس إيه حطي إيده على وشه حصل إيه مين عطس في وشه مين مين حصل يعني ما تعرفش ما تعرفش الأزمة دي تخلي كل واحد يعيد حساباته يقول أنا في نعمة أنا في نعمة كبيرة أيا كانت الحاجات اللي في حياتي أصلا فأنا في نعمة كبيرة يحمد ربنا عليها يشجع غيره إنه ياخد بيله من نفسه إحنا عمدينا في ثقافتنا أصلا حتة اللي هي أصلم واسوس أصلم حندف أصلم أفور أنا مثلا مش مأفورة حاجات خلصت من سيداليات فأنا مش مأفورة أصلا بس تخيلوا أزمة زي دي لا لازم نأفور ولازم نفوق ولازم ناخد موقف ولازم نوعي بعض ونوعي أهلنا ومن نزلش الناس الكبيرة ولما نرجع نغسل إيدينا ونتأكد من نظفتنا ونظفة هدومنا قبل ما نلمس الناس الكبيرة لو جوزك زابط أو دكتور وبيحتكب الناس كتير جدا هدومه على طول على الحمام مهم جدا الحاجات دي مهم جدا شجعوا بعض ولو سمحتوا اللي عنده معلومة مؤكدة ينشرها اتأكدوا من مصادركم ياريت نتبع التعليمات ما أخدناش أجازة دي عشان نقعد نتفسح الزباط والدكاترة دول هم اللي في الآخر الأزمة دي بقت بتاعت اللي اتنين دول مين لي جيش وشورطة ووزارة الصحة ووزارة صحة المفروض فيه قرارات شرطة تتأكد من تنفيذها ممنوع تجامعات ممنوع خفلات الدكاترة ربنا يكون فعونهم على أزمة زي دي عايزين نديهم فرصة يبقوا جاهزين وعايزين نديهم فرصة للتعامل و وفعلا أنا بحبوكوا جدا وإن أفضل إيجابية ومتفائلة في أزمة زي دي بصراحة أنا يعني الموضوع مش أسهل حاجة فأنا أحب أقول لكم أنا أعدت أفكر نهارت حسين أنه لو أعدت بضغت على نفسي قوي يعني ممكن أن أفجر بس مش عافة ولا أبطل متابعش الأخبار أعدت أفتكر ساكاشن والميكروبيولوجي وأعدت أفتكر كما نمسك مايكروبز وحاجات وتعطي الميكروسكوب ومش عارف أعدت أفتكر أعدت أقول إيه ده بجد يعني إيه ده إيه ده إيه الزمن اللي إحنا في ده الاختبار الشديد قوي من جواي عندي قناعة الأزمة دي هتعدي وهنافتكر الأيام دي هتفرج على الفيديوهات دي ونبتسم إن شاء الله أنا فاكرة أول فيديو عملته للتوعية كان يوم ستة فبراير أو قبلها بيومين يعني أول فبراير بالضبط محدش تفرج عليه يعني ما كنتش عشرين ثلاثين ألف مشاهدة مقارنة بالنسب المشاهدة لو طلعوا هصدر forex إلا أنا من شخصيتي اللي انتم متعودين عليها أنا مسؤولة فاةةةةةة فاةةةة بتكلم عن الوقاية بقالي شهر ون Ring كده هفضل اتكلم انتو كمان انشروا اي فيديوهات توعية تاني هرجع اقول لكم مصادر الموصوق فيها دين المصادر موصوق فيها الجرائد للاسف تنزل اخبار احيانا مش صح ودي حاجة بتزعلني جدا بس يعني ها اقول لكم ايه دا كان في التلفزيون في دكاترة طلع في التلفزيون يقول كلام مش صح بس ها مش مستغربة في ناس تغربت هو انا ليه بطلت اطلع في التلفزيون يا جماعة انا ممكن اخد سكرين شات بكمية معدين البرامج اللي كلموني في فترة اللي فاتت من قبل حتى موضوع الكورونا اللي هو انت احنا عايزينك معي انا ليه بطلت اطلع في التلفزيون لانه سبب من الاسباب انه انا مش فاكرة حد طلب مني اي شهادة ان انا اصلا درسة هيلس كوتشين او ان حتى معي كارنين نقابة ان انا او اني اي حاجة او حتى تتكلمي في ايه احنا بس دكتور معلش تحتاجت البيسي لون ايه عشان الديكور اللي هو اوكي فلو اي حدا يزيتنا هيقول اي حاجة مفيش رقابة طبية على البرامج مفيش رقابة طبية اصلا ولا على البرامج ولا على السوشال ميديا ولا على اي حاجة ويمكن ده كان السبب ان احنا عملنا برنامج طبي وده السبب ان احنا بقالنا اليومين اللي فاتوا اشتغلنا على حاملة التوعية اللي نازلة وانا متفقلة جدا ومش مش عايز طور عليكو اكتر من كده متشكرة قوي ان انتو سمعتوني وطولت عليكو في الفيديو ده قوي بس كنت محتاجة اتكلم معيكو وكالعادة كنت محتاجة اطلع ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ومشكل حاجات كمان كانت بتبقى مؤكدة لان زي ما اقولت بكم حتى الدراسات اللي بتنزل فيه حاجات اللي هي بري ريفيود او ساري باي اركايفد ومش ريفيود فبتبقى مشكلة ان هي مش متراجعة او مش موصق فيها برضو او لسه فيه تجارب بتتعمل فاللي هو مش عارفة اطلع يعني مفيش حد اكسبرت في الحتة دي يا جماعة كلنا جهلاء كلنا جهلاء يعني كلنا فيروس ده بيبي لسه مولود مش عارفين عنه حاجة ولا عارفين هو هو بيسمع ولا هو بيمشي ولا سنينه هتطلع مع وجه وشعره هيتطلع تقيل مش عارفين بس كده متشكرا ان انتو سمعتوني متشكرا ان انتو بجد 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 انا عندي ناس مخترمة جدا 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 يعني مبسوطة انه اني قدرت اتكلم معاكم لاني كنت خايفة اطلع اتكلم فاخوف حد فاللي عايز اقوله اخر حاجة محتاجة اقولها لكم انه ولا نخيف ولا نستهون نمسك العصام النص نطمن بعض حاضر هشير الفيديو على الفيسبوك يا علاء اه ولا نخيف انا والله فكرت الاول اطلع على الفيسبوك بس مشكلتي انه الفيسبوك عليه ناس وما مش عارفيني من زمين واقيفي مش عارفين انا مين او انا بعمل ايه مش قصدي حاجة بس فبلاقي انواع كومنتات كده ممكن توجعلي قلبي انا مش من ناس اللي بقدر استوعب الكومنتات اللي هي اه مش لطيفة الدايب باز بعدها كومنت تاني الاكتئاب زيت التوتر بيعمل مشاكل خطيرة جدا مفوض نركز في مناعتنا معلش انا عارفة مش اقول كلام افلاطوني هو ده طبيعي اللي احنا فيه بس الشطارة انك تقدر تسيطر الشطارة انك تاخد الاجراءات الوقائية بالشكل المزبوط انا عارفة ان الموضوع مش سهل الشطارة انك تقدر تعمل كده ربنا يعينكم كلكم وان شاء الله ازمة وتعدي ونرجع نفتكر الايام دي على فكرة احنا كان المفروض نتقابل زي النهاردة كام؟ النهاردة 18 احنا كان المفروض نتقابل بعد احنا كان المفروض نتقابل وانا احتفل بانه كتابي اخد بيست سيلر وكانت حفلة كبيرة في كايرو فاستيفل سيتي وجاهزوا هايلي فرجين ميجا ستور وكان نفتح ان نتقابل واناعد واناحتفل بس انا نجاحي الحقيقي ان احس ان لو واحد بس استفاد من اي فيديو توعية انا عملته انا خلاص كده نجحت وان شاء الله هنرجع وهنتقابل واشوفكو على خير وشكرا واناعدين تو تسمع